ما يخص نادي الزمالك ماذا يدور في نادي الزمالك في هذه اللحظة يبقى فريرة أم يرحل فريرة طيب فيه تلات وجهات نظر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي وجهة نظر بيتبنها أعضاء مجلس الإدارة وهي الرحيل رحيل فريرة وقدوم قدوم مدير فني أجنبي قدوم مدير فني أجنبي ده مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة اتنين فيه اتجاه بيقودوا أمير مرتر منصور رشح أحمد حسام ميدو أنه يكون المدير الفني لنادي الزمالي خلال الفترة القادمة حتى نهاية الموسم حتى نهاية الموسم مع رحيل فريرة أو إذا لم يتم الموافقة ده رأيي له متبني أو إذا لم يتم الموافقة رحمة حسام ميدو يبقى فريرة يبقى فريرة رغم أن كل التكونات راح ناحية أنه خلاص فريرة رحل أسامة نبيه مثلا لأن أسامة نبيه تقدم باستقالته المرة الثانية فقال من شهر ونص لاتجاه التالت واللي بيقوده مجموعة من النظامات بناء على كلامهم أنه ده رأي رئيس نادي الزمالي من خلف الكواليس يعني أنه قدوم خالق جلال لقيادة فريق نادي الزمالي خلال الفترة القادمة دول التلات أراء والتلات جبهات اللي موجودين حتى هذه اللحظة نادي الزمالي يا إما أحمد حسين ميدو يا إما مدرب أجنابي يا إما بقاء فريرة أربع احتمالات أربع احتمالات فالأمور حتى هذه اللحظة لم تتكشف لكن يبقى أضعفهم هو بقاء فريرة أضعف احتمال فيهم هو بقاء فريرة